بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح الخير أتمنى تكونوا بخير متابعي الكرام وصفتنا اليوم خاصة بمريض السكر وصفة استفاديتوا منها وحبيتوا أني أشاركم هاي الوصفة وتستفيدوا أتمنى الشفاء العاجل لكل مريض سكر وصفة بسيطة نحتاج إلى كوب من المي رح أحط المي بركوة وأخليها تغلي عن نار من يغلي المي رح أطفي النار وأحط ملعقة كبيرة من الكزبرة أرد مرة ثانية أشعل النار وتكون النار خفيفة وأتركها تغلي من 4 إلى 5 دقائق أغطي الركوة وتركي 5 دقات وأتناول كوب من مغلي الكزبرة أما طريقة الاستخدام فها بالنسبة اللي أخذها عن الريق تضبط للسكر كل النهار وتقدرون تاخذونها من مرة إلى 3 مرات قبل أو بعد الوجبة بربع ساعة وإذا حسيتم أن السكر مرتفع عندكم تغلون كوب من الكزبرة وتتناولونه ورح تلاحظوا الفرق يكون السكر 400 رح ينزل للميتين وفي ملاحظة قبل ما نغلي الكزبرة نقينا من الشواعب والأعوات وبالشفاء العاجل كل مريض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة